موسيقى موسيقى السيد الرئيس الحضور الكريم يأتي انطلاق هذه الدورة تحت عنوان شمال إفريقيا والبحر المتوسط دعم إمدادات الطاقة العالمية والطلب المستدام في توقيت بالغ الأهمية توالت فيه على المجتمع الدولي سلسلة من التحديات المتعاقبة طالت طبيعاتها العالم بأسره ولم تكن مصر بمعزل عن تلك التحديات وسعيا للتخفيف من وطأة تلك التحديات والعمل على تحويلها لفرص داعمة للاقتصاد المصري فقد عمل القطاع على استغلال المقاومات التي تتمتع بها مصر لتطويع أزمة الطاقة ومواجهتها وفي إطار أهمية التكامل والتعاون الإقليمي في تخفيف أثار تلك التحديات فقد برز الدور المحوري لمنتدى غاز شرق المتوسط ليؤكد بشكل قاطع على الرؤية الثاقبة للقيادة السياسية المصرية في المبادرة بتأسيسها فقد توجت جهود تعزيز التعاون الإقليمي بزيادة صادرات الغاز من مصر ودول شرق المتوسط إلى أوروبا عبر تسهيلات الإسالة المصرية بما يقارب مرة ونصف خلال العام الماضي وتواصلت نجاحات قطاع البترول فخلال العام الماضي ارتفعت الصادرات البترولية لتصل إلى 18.2 مليار دولار فضلاً عن تحقيق فائد في الميزان التجاري البترولي للعام الثالث على التوالي ليصل إلى أكثر من 3 مليار دولار وفي مجال البحث والاستكشاف تم طرح أربع مزايدات عالمية على منصة بابة مصر الاستكشاف والإنتاج الرقمية منذ إطلاقها في 2021 ومن المخطط طرح ثلاث مزايدات عالمية خلال العام الجاري كما تم وضع خطة طموحة مع شركائنا العالميين حتى عام 2025 لحفر أكثر من 300 بئر استكشافي والتي نسعى لوضعها على الإنتاج سريعاً وفي إطار تعزيز دور مصر كمركز إقليمي للطاقة نجح قطاع البترول خلال الثماني سنوات الماضية في تطوير بنياته التحتية من خلال زيادة عدد موانئ وأرصفة استقبال نقلات البتجاز إضافة 79 مستودع لتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية إضافة خطوط لنقل الزيت الخام والمنتجات البترولية وعدد من خطوط الغاز الرئيسية لتدعيم الشبكة القومية للغاز وفي مجال تكرير البترول تم تنفيذ 8 مشروعات جديدة وقد شرفنا خلال العامين الماضيين بافتتاح السيد الرئيس لثلاثة مشروعات كبرى منها وفي إطار تعزيز استراتيجية قطاع البترول للتحول الرقمي تم تنفيذ عدد من مشروعات الأنظمة الرقمية التي ساهمت في رفع كفاءة العملية التشغيلية كما تم مواصلة تحقيق أعلى معدل سنوي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل بواقع مليون ومئتي ألف وحدة سكنية وفي إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة تم الانتهاء من توصيل الغاز لما يزيد عن مئتي قرية وجاري العمل على انتهاء من باقي الكرة كما تم زيادة أعداد السيارات المحولة للعمل بالغاز الطبيعي المضغوط إلى حوالي خمسمائة ألف سيارة ومضعفة أعداد محطات التموين السيارات بالغاز لتصل إلى حوالي تسعمائة محطة وتعظيماً للقيمة المضافة وإحلال الواردات تم تنفيذ عدة مشروعات للبترو كيميوات وجاري العمل على تنفيذ عدد من المشروعات الأخرى فخامة الرئيس السيدات والسادة الحضور يسير قطاع البترول نحو تحقيق أهدافه الاستراتيجية بما يقدم البعد الاقتصادي للتنمية المستدامة لمصر دون أن نخفل مسؤولياتنا تجاه البعدين الاجتماعي والبيئي فقد تبنى القطاع استراتيجية موحدة جديدة للمسؤولية المجتمعية ترتكز على الاستدامة بهدف دعم وزيادة مساهمة القطاع وشركائه في التنمية المجتمعية محققاً العديد من قصص النجاح في مجالات التعليم والصحة والبيئة وبالنظر إلى البعد البيئي فقد جاءت قضية تغير المناخ وتحول الطاقة على رأس أولويات قطاع البترول ففي نوفمبر الماضي نجحت مصر في تنظيم واستضافة نسخة استثنائية من مؤتمر المناخ كوب 27 تميزت بالشمولية والانتقال من التعهدات إلى التنفيذ والتي كانت نتاجاً للعمل الجماعي بين مختلف قطاعات الدولة فقد نجحت مصر خلال تلك القمة في تسليط الضوء على شواغل القارة الإفريقية المتعلقة بقضية تغير المناخ وحقها في انتقال طاقي تدريجي وعادل كما نعجح قطاع البترول المصري في توفير مقعد لصناعة البترول والغاز على مائدة قمة المناخ بتنظيمه اليوم خفض الكربون لأول مرة في تاريخ كمام ومؤتمرات المناخ ولم يكن مؤتمرنا هذا إيجيبس على مدار دوراته السابقة والحالية بمعزل عن قضية تغير المناخ فقد تطورت فعالياته لتتضمن تخصيص فعالية حول الاستدامة في مجال الطاقة واستمراراً لتطوير المؤتمر كمنصة أكثر شمولاً حول حلول الطاقة يسعدني أن أعلن اليوم أن المؤتمر سوف يصبح اعتباراً من دورته القادمة مؤتمر ومعرض مصر الدولي للطاقة إيجيبس بما يسمحه بتوسيع دائرة موضوعات المؤتمر والمعرض لتشمل قضايا تحول الطاقة وخفض الانبعاثات والهيدروجين ليتواكب مع التغيرات العالمية المتسارعة في قطاع الطاقة فقامة الرئيس السيدات والسادة الحضور لقد عهدنا مؤتمر إيجيبس منصة رئيسية لتبادل الآراء وطرح المبادرات المتميزة لدعم التكامل والتعاون الإقليمي والعالمي في مجال البترولي والغاز لتحقيق تطلعات شعوبنا وكتابة مستقبل أفضل لنا وللأجيال القادمة وفي الختام أود أن أتقدم مجدداً بالشكر والتقدير لفقامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على تشريف سيادته لحفل الافتتاح ورعايته الكريمة للمؤتمر كما أتوجه بالشكر لشركائنا على مشاركتهم لنا في هذا المحفل المميز وللشركة المنظمة واللجنة العليا للمؤتمر والرعاة على الإعداد والتنظيم المتميز وأنني أتطلع إلى أن نشهد مؤتمراً ناجحاً ومثمراً لديوفنا الكرام وإقامة طيبة ولمصرين الحبيبة كل الخير والتقدم أشكركم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته